السلام عليكم مدر في واتشار يحقق فوزا قاتلا على المصري 2-1 بالدوري حقق مدر في واتشار فوزا قاتلا على نظيره المصري بانتيج 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد برج العربي بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من مسابقة الدوري واستغل أحمد عاطف مهاجم في واتشرخة أباهر المحمدي مدافع المصري وانقضى على الكرة وأسكنها الشباكة في الدقيقة 22 وأشهر الحكم الدولي محمد عادري بطاقة الحمراء في وجه حسين السيد في الدقيقة 44 بعد حصوله على الإنذار الثاني بداع التحايل داخل منطقة الجزاء للحصول على ركلة جزاء وفي الشعوط الثاني تعادل المصري في الدقيقة 68 عن طريق الرئيسيات التونسي معتززدام قبل أن يساجل جوزيف جوناثان الهدف الثاني لفي واتشار في الدقيقة 88 من عمر اللقاء لينتهي بفوز في واتشار 2-1 بهذا الفوز رفع في واتشار لصيده إلى 20 نقطة بينما تجمد المصري عند 27 نقطة بدأ فريق المصري بقيادة علي الماهر المباراة بتشكيل كالتالي حراسة المرمى محمود جاد الدفاع عمر سعداوي باهر المحمدي حسين السيد أحمد عيد خط الوسط معتززدام محمود حمادة محمد الشامي غيلاس جناوي ميد جابر الهجوم فخر الدين بن يوسف بينما بدأ مدر في واتشار بقيادة تأمر مصطفى المباراة بتشكيل يضم حراسة المرمى محمود حمدي دفاع محمود شعبان خالد رضا محمود رزق جناسان جوي موسط محمد محمود عمر السيسي حسان موراني علي زعزع يباه جوم أحمد عاطف وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم